السلام عليكم ورحمة الله هنبدأ ان شاء الله نحل كتاب المعاصر لو انجليزية للترمي التاني الصف الثاني الاعدادي 20-23 الوحدة السبعة صفحة عشري Most restaurants in new cities offer foods for free معظم المطاعم في المدن الجديدة بيقدموا الاطعمة free A free مجاني delivery free اللي يتوصيل بشكل مجاني free delivery اللي جايبا رقم بي السؤال الثاني I have many space on my phone انا عندي ايه كتير على الهاتب بتاعي like facebook soundcloud and whatsapp انا عندي ايه على الهاتب بتاعي في حاجات كتير زي الفيسبوك والsoundcloud والwhatsapp يبقى كده عندي تطبيقات apps اللي جايبا رقم دي السؤال الثالث the internet is one of the greatest space of the time الانترنت هو من اعظم ايه على طول الوقت يعني او طوال الوقت بانفينشنز الاختراعات اللي جايبا رقم بي السؤال الرابع I like to wear my space on the bus to listen to music انا بحب البس ايه في لوتوبيس عشان استعمل الموسيقى يبقى headphones اللي هي سماعات الرأس اللي جايبا رقم بي بعد كده السؤال الخامس this message is written in German can you space it into Arabic هذه الرسالة مكتوبة بلغة المانية هل تستطيع ان تترجمها العربية يبقى الترجمة اللي يترانزليت اللي جايبا رقم c بعد السؤال السادس do you think there will be many space in your English homework التبقى corrections لاب مع تصحيحات هل تعتقد انها يكون هناك كثير من التصحيحات في الواجب الخاص بك السؤال السابع my teacher always asks me to write the space of any project المدرس بتاعي بدايما بيطلب مني ان انا نكتب ايه عن المشروع بتاعي يبقى كده عندي مصادر المصروع يبقى resources اللي جايبا رقم c السؤال الثامن do you space that the weather will get hotter in the future هل انت ايه عن الطقس انه هيزيد اقصر حرارة في المستقبل يبقى تتنبأ predict اللي جايبا رقم d السؤال التاسع if the shops close then lots of other space like coffees will close too لو المحلات تم اغلاقها فيكون في كثير من ايه زي القافيهات المقاهي هتغلق ايضا يبقى الاعمال يبقى businesses اللي جايبا رقم b بعد كده السؤال العاشر scientist will space a course that doesn't make any pollution in the future العلماء هيعملوا ايه في عربية ما بتعملش اي تلوث في المستقبل يبقى هم ما هيخترعوا يبقى invent ايخترع اللي جايبا رقم b بعد كده السؤال 11 the policeman asked the women to give him the space of the lost child اللي زابط الشرطة او الشرطة طلبت من المرأة ان تعطي لهم ايه عن الطفل التائح او الضائع يبقى وصف description اللي جايبا رقم c بعد كده السؤال ال 12 space is how fast something moves دي معناها كيفة او حالة سرعة الشي فدي هتبقى speed السرعة اللي جايبا رقم ايه السؤال ال 13 space is a form of transport with two wheels and an engine هي عبارة عن وسيلة مواصلات لها عجلتين ومحرك يبقى الموتوبايك الموتسيكل او الدراجة البخارية اللي جايبا رقم ايه السؤال ال 14 space are like planes but they don't have wings هي زي الطائرات ولكنها ليس لها اجنحة يبقى helicopters اللي الطائرات الهاليكوبتر او الطائرات العمودية اللي جايبا رقم c السؤال ال 15 the teacher taught us how to translate arabic يبقى into arabic يبقى المدرس علمنا زي نترجم الى اللغة العربية اللي جايبا رقم b السؤال ال 16 the cheetah can run space the speed of 120.7 km يبقى هيا تقدر الشيطة اللي هي الفات يقدر يجري في سرعة مئة وعشرين وسبب عشر كيلو متر في الساعة يبقى ايه اللي جايبا رقم b بعد كده صفحة خمسة وعشرين السؤال الاول is based shops close in the next 10 years shops المحلات close تغلق in the next 10 years في عشر سنوات القادمة كده انا بكلم في المستقبل يبقى will الإجابة رقم d هل المحلات ستغلق في العشر سنوات القادمة السؤال الثاني i think the headphones is based very useful for traveling اعتقد ان الهيتفونز سماعات الرأس very useful for traveling هتكون مفيدة جدا للسفر يبقى will b الإجابة رقم a السؤال الثالث do you predict that the weather is based in the future هل انت تتنبأ او تتوقع ان الطاقس هيزداد حرارة في المستقبل يبقى will get عشان future المستقبل إجابة رقم c بعد كده السؤال الرابع life is based easier in the future الحياة هتكون اسهل في المستقبل يبقى will b الإجابة رقم c بعد كده السؤال الخامس what invention do you hope we is based in the future ما هو الاختراع اللي انت عايز يبقى موجود في المستقبل او تشوف في المستقبل يبقى will see الإجابة رقم b will زيت فعل في المصدر السؤال السادس next month الشهر اللي جاي i is based in the third year of prep school في السنة اللي جاي ارحب في السنة الثالثة العددية اللي هو ثالثة عددية يبقى will b الإجابة رقم a يبقى كده بتوقع شيء في المستقبل will will المصدر من verb to be اللي هو يبقى الإجابة رقم a بقى السؤال السابع يبقى الولاد يتمنى ان هو يشتري دراجة جديدة يبقى will زيت فعل في المصدر يبقى will boy و will عشان هنا hopes بتيجي مع will في المستقبل تمني شيء في المستقبل السؤال السامين i agree that the jacket won't وانت انه بيجي بعدها فعل في المصدر فعلى طول هاخدها بي الإجابة رقم اي السؤال التاسع i hope that egypt the richest country in the world اتمنى ان مصر تصبح دولة او اغنى دولة في العالم في المستقبل هنا become تصبح will become اللي هي سوف تصبح وهنا عندي كلمة هنا i hope هم موجودة قلنا تمني شيء في المستقبل بستخدم will زيت المصدر يبقى will become السؤال العاشر what is based you do next week end next week end بتضل على المستقبل وهنا في فعل في المصدر يبقى will do you يبقى what will you do next week end ماذا سوف تفعل في قاتل اتناه الاسبوع القادمة بقى كده اسئلة التصحيح i think we is based think موجودة بتصدم مع will في المستقبل يبقى اللي فعلي في المصدر يبقى will do السؤال الثاني i hope there is وبعد كده عندي less air pollution in the future i hope برضو بتيجي مع will واذا رجحه المصدر هتبقى بيه يبقى will be بعد كده السؤال الثالث i am sure people use drones in the future الناس هتستخدم الطائرات بتون الطيار في المستقبل عشان i am sure برضو في كلمة in the future يبقى استخدم will والمصدر يبقى will use بعد كده السؤال الرابع المقاهي سوف تغلق في المستقبل وممكن عملها برضو بشكل منفي ممكن اقول won't close لن تغلق في المستقبل يبقى هنا دي صاح ودي صاح ان شاء الله يبقى will close يا جاي في الدرس يعني ممكن يحصل كده لو تسوقنا على الانترنت السؤال الخامس العلماء سوف يجدون ادوية جديدة في المستقبل عشان كلمة in the future يبقى استخدم will والمصدر يبقى will find بعد كده صفحة 26 will you boot طالما will بدأت بيها لازم اجيب بعد الفعل فعلي في المصدر فبوت هرجحها للمصدر تبقى buy لو بمعنى يشتري السؤال السابع do you know what will happens لا will be بعد الفعل في المصدر ف happens هتبقى happen بس من غير الاس السؤال الثامن باسم باسم بيسبوط لابتوب next week next week بتضل على المستقبل فهيبقى will زائد المصدر يبقى will boy السؤال التاسع i think haysam win the school competition tomorrow يبقى برضو هنا مستقبل عشان tomorrow يبقى will win will زائد فعل في المصدر سؤال 10 do you think sondus pass here next english test هل تعتقد ان sondus هتنجح في المتحان الإنجليزي هنا برضو سين كنت تجي مع will المصدر يبقى will pass بعد كده صفحة 27 if you go to the egyptian museum in kairu use base alley because he is in luxor لو انت رحت المتحف المصري انت عالي بالنسبة العالي لانه في luxor if حيجي بعد يا مضر بسيط والجملة التانية مستقبل بسيط اما مزبت باستخدام will والمصدر اما منفي باستخدام want وفعل في المصدر برضو انت لو رحت المتحف هتشوف علي ولا مش هتشوف علي لانه فلقصر مش هتشوف علي يبقى want c لجايب رقم c السؤال الثاني if ملك قلنا if بيجي بعض يام ضرع بسيط الجملة التانية تبقى مستقبل بسيط ملك مفرد فهتبقى eats يبقى if ملك eats too much لو ملك كالت كتير بعد كده صفحة 28 السؤال الثالث if i is based go to bed now i will be tired tomorrow لو انا مروحت النوم او السرير يعني اصد بالنوم انا هكون تعبان بكرة هنا اقول if يبقى بعدها مضرع بسيط وهنا هتبقى منفية i بتاخد don't يبقى الاجابة رقم b السؤال الرابع what closes if it's cold what close وهنا if عندي بعد كده it's cold اللي هو مضرع بسيط يبقى هجيب هنا قبليها بقى مستقبل بسيط اللي هو will وعند الفعل في المصدر يبقى will i wear يبقى الاجابة رقم will i wear عشان دي سؤال يبقى will i wear رقم b بعد كده السؤال الخامس if i برضو if بيجيب ضرع بسيط to the shops i will spend a lot of money انا سوف اون في كمال كتير لو انا رحت الى التسوق او المحلات if بيجيب بعد اي بسيط في المصدر فتبقى الاجابة رقم a السؤال السادس if i help my mother at the weekend لو انا ساعة تمامتي في ات الاسبوع she will have more free time هي هي حيبقى عندها وقت كتير في وقت كتير فراغ طيب هنا have عشان هنا في if مضرع بسيط يبقى اول المصدر فتبقى الاجابة رقم a she have more free time اللي جاي برقم a بعد كده السؤال السابع if there is fish in the supermarket لو في سمك في supermarket a kilo انا هشتري كيلو يبقى i'll buy اللي هي will ويبقى كده في المصدر عشان جايب لها حالة if مضارع بسيط بعدها مستقبل بسيط بسخدام will وال مصدر السؤال الثامن في هنا اف موجودة وقايب بعدها مضارع بسيط يبقى بلاها مستقبل بسيط احنا هنخرج لو الطاقس بكرا بقى كويس يبقى we will او نذهب we will go اللي جايب الرقم بي السؤال التاسع what is based if it rains هنا اف موجودة بعدها مضارع بسيط يبقى بلاها مستقبل بسيط باستخدام will وبعدين فعل في المصدر فتبقى will happen اللي جايب الرقم c بقى كده السؤال العاشر sally is based if she fails if she fails جايب بعدها مضارع بسيط يبقى بلاها مستقبل بسيط سالي هتكون حزينة لو سقطت يبقى will وفعل في المصدر اللي هي b اللي جايب الرقم d بقى كده سئلة التصحيح سؤال الاول will look online for a new phone when she is based get home will هنا موجودة وهنا في if يبقى انا كده هي win زي if بالظبط يبقى هنا هجيب بعد win الفعل وبعدين فعل في المصدر فعل في المدرع البسيط فشي بتاخد get وبعدين اضف لها s تبقى جلس يبقى هي هتدور على موبايل الانترنت لما تصل المنزل بعد كده السؤال الثاني حسن وبعد كده عندي not to use the internet to buy food when when موجودة اجيب بعدها مدارع بسيط يبقى مستقبل بسيط باستخدام will في هنا نوت فهتبقى won't use اللي هو will not we use بعد كده السؤال الثالث who will talk to if اوي هنا برضو if موجودة قبلها مستقبل هو will فهجيب بعدها مدارع بسيط هنا حاطة نوت تبقى عايز مدارع بسيط منفي السؤال الرابع if i c هنا if جاي بعدها مدارع بسيط جملة الثانية هتبقى مستقبل بسيط باستخدام will هنا ask موجودة هتبقى will ask بعد كده السؤال الخامس you will will بيجيب الناس احيانا بتتتواصل مع بعضها مع الاخرين عن طريق اي عن طريق السوشال ميديا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي الإجابة الرقم ب السؤال الثاني don't use too much social media or you will be based to them لا تستخدم كثيرا وسائل التواصل الاجتماعي وإلا سوف تكون اي بالنسبة لهم يبقى مدمن اسحب هذه عشان تشغل المكينة يبقى المقبض اللي جاء برقم اي بعد كده السؤال الرابع السؤال الخامس لو انت مش اي بالنسبة للدارس لازم تقول المدرس لو مش فاهم اللي جاء برقم س السؤال السادس انت لا ينبغي عليك بالخارج الوقت طويل لو جوحر في الصحراء يبقى في الخارج يبقى ب السؤال السابع نحن نستطيع ان ننتقل عبر الفضاء ولكن ليس الوقت اللي جاء برقم س السؤال السامن اعتقد ان صفر عبر الوقت هو شيء مستحيل يحدث لا يحدث اللي يحدث اللي جاء رقم ب السؤال التاسع ه س يبقى س ابي هو ايه دكتور ايه هو يعرف كل شيء عن الدواء يبقى اكس بيرت خبير لجاب رقم ب بعد كده السؤال الصفحة الثمانية وتلاتين اي كانت فاند ما واتش ات س دي س بيرت انا مش لاي الساعة بتاعتي هي مختفية اللي جاء برقم ب س ايد لائك تو اس بي نيو فوتو وز ما فرينز ان ز انترنت انا حاملي بالصور بتاعتي مع اصدقائي في الانترنت حشارك يبا هنا معناها ان انت بتتجول في مكان لو انت مش عارفه لي تكتشف عن المكان هناك باكسي بلور يستكشف اللي جاء برقم بي بعد كده السؤال التلاتاشر اس بيس مينز فيري باد نوت نايس ات ات اول ايب هوريبول معناها انها سيئة جدا ليس جيد على الاطلاق السؤال الاربعتاشر اس بيس اس ابين ان يور هيد هو عبارة عن الم في الرأس بهدك لو اصدع الاجابة رقم بي السؤال خمستاشر ستينج نيك استيتوز زا فاير اس بيس زا اول دو هومان ويرمر هنا الجلوس بجوار الحريق زا اول دو هومان ويرمر بيجعل المرأة اكثر دفئا يبقى ديتميد يبقى لجابة رقم دي السؤال الستاشر او جعل اشد في الماضي you should space a break after sitting on a computer for a long time يبقى هنا have a break لجابة رقم بي بعد كده صفحة 40 if we wanted us climate change we should work together لا وانت هتوب يجي بعدها فعل في المصدر فهتبقى stop اللي جابة رقم ايه لو احنا عايزين نوقف تغير المناخ يلازم نعمل مع بعضنا البعض السؤال الثاني us space swim if it is very cold هنا it is very cold يعني بارد جدا يبقى لا ينبغي انت تعم في البحر لو هو بارد جدا يبقى shouldn't اللي جابة رقم d السؤال الثالث should i should i يجب بعدها فعل في المصدر يبقى stay اللي جابة رقم b السؤال الرابع you shouldn't watch videos on the internet if you have your head تقول لك انت المفروض ان انت ما تشاهدش الفيديوهات على الانترنت لو هات قلمك في حاجة بعدها مضارعة بسيط وهد مفرد تبقى herds اللي جابة رقم c بعد كده السؤال الخامس if you في l لو انت تشعر بالمرض you is a doctor انت لازم تشوف دكتور او تزور دكتور يبقى should c يبقى رقم b عشان دي نصيحة السؤال السادس what is you do if you feel l ماذا ينبغى عليك ان تفعل لو تشعر بي المرض يبقى شود تطلب النصيحة يبقى لجابة رقم b السؤال السامع if you want to get the high marks in math use b as well لو انت عايز تحصل على درجات عالية في مادة الرياضيات يبقى ينبغى عليك ان انت تذكر بجدية يبقى شود study لجابة رقم b السؤال السامن eat mini sweets if you have d bits انت المفروض ما تكل حلوة كتير لو انت عندك مراد السكري يبقى شود انت الرياضيات برقم c بعد كده السؤال الساسع if it is really hot outside you should take an umbrella هنا if هي بعد درج بسيط لو جو حار في الخارج ينبغى عليك ان انت تاخد شمسية يبقى is اللي جابة رقم b سؤال عشر she is go outside when it gets dark يبقى هي لا ينبغى انها تخرج لما الدنيا تبقى مظلمة اللي جابة رقم c او الظلام سائد بعد كده اسئلة التصحيح when you feel tired او انت تشعر او عندما تشعر بالتعب يبقى you should انا بنصحه ينبغى عليك ان انت تاخد راحة يبقى should have السؤال الثاني people who are addicted to eating sweets should tries تبقى tries السؤال السالس when you drop rubbish لو انت بترمي الكمامة on the floor على الارضية you pick it up يبقى لازم تحملها يبقى you should pick up السؤال الرابع if they don't change maybe should finding should يجي بعد في المنظر يبقى find بس بعد كده السؤال الخامس they should check that you can't buy anything when use base blade هنا وين بيجي بعد هم ضارع بسيط يبقى بلاي بعد كده السؤال السادس if you sink هت sink بس عشان بيجي بعدها مضارع بسيط السؤال السابع what do if i have a problem what should i do بطلب النصيحة what should i do ماذا ينبغى علي ان افعل لو عندي مشكلة السؤال الثامن you turn off the lights when you go to bed هنا لو انت هتروح تنام يبقى ينبغى عليك ان انت تغلق الانوار بعد كده السؤال التاسع you وعد كده note eight food when هنا يبقى لها should او shouldn't هنا not يبقى shouldn't eat بعد السؤال العاشر هنا shouldn't stay up late when she has عشان وين بيجي بعضيها مضارع بسيط بعد كده الدرس الخامس والسادس صفحة تسعة واربعين ان شاء الله السؤال الاول after a long space we all agreed on the project بعد كثير من النقاش احنا قرر وفقنا على المشروع يبقى دبيت لجابة رقم بي السؤال الثاني spending a lot of time قضاء كثير من الوقت causes some problems قضاء كثير من الوقت على ايه بيسبب كثير من مشاكل في العين يبقى screens الشاشات لجابة رقم C السؤال الثالث listening to loud music through headphones can damage your سماع كثير من الوقت الموسيقى العالية ممكن يتلف السماء السؤال الرابع I space a new phone online yesterday يبقى هنا انا طلبت موبايل جديد على الانترنت يبقى ordered اللي جايب رقم D السؤال الخامس يبقى المراهكين لا ينبغى اليوم ان يقضوا وقت كثير على وسائل التواصل الاجتماعي السؤال السادس I would like to space the phone for a new one that's not damaged هنا I would like to انا احب ان the phone for a new one يبقى change انا عايز غير الهاتف الى واحد جديد مش تالف السؤال السابع it's a good ايدا انها فكرة جيدة to play space games in the evening هو لعب العاب هادئة طالما في المساء يبقى كويت الاجابة رقم بي بعد كده صفحة خمسين I brief space my friend to calling them هنا افضل space اصدقائي عن ان اتصل بيهم يبقى انا احب ان ارسل اليهم رسائل عن اتصل بيهم الاجابة رقم بي السؤال التاسع ازا ابي ازا اف positive عكس كلمة positive ايجابي يبقى negative سلب الاجابة رقم d السؤال العاشر is will help us do many dangerous and difficult jobs in the future هيساعدونا ان احنا نعمل الوظائف الصعبة والخطيرة في المستمل يبقى روبوت اللي هو الانسان الاني السؤال 11 quiet has the same meaning as كلمة quiet معناها هادئ بتسوي كلمة calm هادئ برضو الاجابة رقم d بقى السؤال 12 i am looking forward to looking forward to بيجي بعدها فعل الاخو ing يبقى visiting الاجابة رقم b سؤال 13 watching getting much tv space you a headache مشاهدة التلفاز كتير ده هيديك او هيسبب لك السؤال 14 i ordered a game for children space 2 14 online انا طلبت لعبة للاطفال اللي عمرهم من 10 الى 14 سنة الانترنت يبقى يجد لقابة رقم c بعد كده السؤال 15 زجير space like here mother like هنا تجبه يبقى زجير لتبدو شبه مامت يبقى لوكس لقابة رقم c اشتركوا